شارك سامح شكري وزير الخارجية رئيس المعين للدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ كاب 27 شارك في الندوة التي نظمها مجلس الأعمال المصري الكندي تحت عنوان تغير المناخ الفرص والتحديات تأتي مشاركة الوزير شكري قبل أسابيع قليلة على بدء أعمال المؤتمر بشرم الشيخ وما تعكسه من تنامي الاهتمام على مستوى مجتمع الأعمال المصرية بقضية تغير المناخ وتأثيراتها الاقتصادية والاجتماعية وسبول مواجهتها فضلا عما يوفره عمل المناخ من فرص لدعم وتعزيز التعاون وزيادة الاستثمارات بين مصر وكندا في هذا المجال وأبرز الوزير شكري أهدف رأس المصرية للمؤتمر على رأسها تنفيذ تعهدات والتزامات المناخ بما في ذلك خفض الانبعاطات وتعزيز إجراءات التكيف وحجد التمويل للدول النامية ترجمة نانسي قنقر